اعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند في تونس ان الدستور التونسي الجديد يؤكد ان الاسلام يتماشى تماما مع الديمقراطية وانه يمكن ان يكون مثالا ومرجعا لدول عديدة وحضر اولوند مع قادة عرب وافارق ومسؤولين غربيين احتفالا رمزيا يقام بمناسبة مصادقة المجلس الوطني التأسيسي في ال 26 من كنون الثاني يناير من العام 2014 على الدستور الجديد لتونس التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي ونوها اولوند في خطاب القاه بمقر البرلمان التونسي بالدور الذي لعبته اربع منظمات اهلية بينها المركزية النقابية القوية لاخراج تونس من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اختيال النائب المعارض محمد لبرهمي في ال 25 من تموز يوليو من العام 2013